التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج منجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد وذلك خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين المعنيين وصراحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لمتابعة ملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطع التيار الكهربائي مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات توجه المواطنين وحلها على مستويين الأول يتعامل مع ظروف الطارئة والعاجلة والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا هذا ووجه الرئيس السيسي الحكومة بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة كما ووجه رئيس السيسي بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بأدف تنوياء مصادر إمدادات الطاقة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية أعلنت أوكرانيا مقتل شخص في قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أناتولي كورتياف إن 14 شخصا أصيبوا في القصف بعد أن كان قد أفيد عن 5 فقط في البداية وأشار كورتياف إلى أن أربعة مباني على الأقل تضررت جراء القصف قال وزير الخارجي الأوكراني ديمترو كوليبا إن المحادثات التي استضافتها السعودية مثلت انفراجة لكياف وأظهرت أنه من الممكن حجد الدعم العالمي وراء الخطة التي اقترحها الرئيس بلودمير زيلانسكي لإنهاء الأزمة وأضاف كوليبا أنه إذا أراد أي بلد أن يكون في صدارة المشهد السياسي العالمي فعليه أن يصبح جزءا من اجتماعات التنسيق هذه وقال كوليبا إن عدد الدول المهتمة بالمشاركة في اجتماعاته مثل تجمع جدة زاد كثيرا في الأسابيع القليلات الماضية مشددا على أن هذه الفعاليات تضع أساسا حيويا للمحادثات في المستقبل بخصوص رؤية أوكرانيا للسلام أعلنت أوكرانيا عن ممر إنساني في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانيها منذ اندلاع الأزمة العام الماضي وسينطبق الممر الإنساني في بادي الأمر على الأقل على سفن مثل الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية التي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب العام الماضي وقالت البحرية الأوكرانية في بيان إن كييف قدمت اقتراحة مباشرا بشأن الممر للمنظمة البحرية الدولية وستستخدم الممر بالأساس السفن المدنية الراسية في موانئ تشورنو مورسك وأودسا وبيفديني الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيرسل طلبا إلى الكونغرس للموافقة على إنفاق إضافي يقارب 40 مليار دولار منها 24 مليارا لأوكرانيا واحتياجات دولية أخرى متعلقة بالأزمة وأضاف أن من بين هذا المبلغ 4 مليارات دولار لأمن الحدود و 12 مليارا للإغاثة من الكوارث أطلقت روسيا مركبة فضائية إلى سطح القمر في مهمة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ 47 عاما تسعى موسكو لتكون أول قوة تنفذ هبوطا آمنا على سطح القطب الجنوبي للقمر وهي منطقة منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب هائلة من الجليد المائي ترجمة نانسي قنقر